اشتركوا في القناة وطاقة إيجابية بداية الأسبوع يارب تكون أجازة الأسبوع اللي فات كانت حلوة وشحنتوا طاقتكم واستمتعتوا بقول لكل الناس اللي ولدها رجعت المدارس يحضروا المدرسة مش أونلاين يارب يحفظ كل ولدنا ونفكر دايماً ولدنا ياخدوا التباعد الاجتماعي يلبسوا المسكات ودايماً يعقموا إيديهم ويارب دايماً ندعي مع بعض أنه يحفظهم كلهم النهاردة ما إنه إحنا بنتكلم عن الولاد هنعمل حاجة الولاد بيحبوها جداً وبيأكلوها عادةً من بره أو منشتريها مجمدة ومنحمرها بالزيت وبيبقى شعور عندنا إن هي أكلة مش صحية اللي هي الناجتس بالذات الأطفال الصغيرين قوي بيعشقوا الناجتس منبقى عاملين أكل وطبيق وأكلات كلها تجنن مامي أنا عايزة ناجتس وغالباً للسرعة يا إما منعمل أوردر يا إما زي ما قولنا من جيبها مجمدة النهاردة هنعمل الناجتس بكذا طريقة أو كذا خطوة تخليها سوبر صحية الطريقة الأولى إنه هنعمل الناجتس في البيت وإحنا اللي هنخلط الفراخ وحنعرف فيها إيه لأنه عادة الناجتس هي مش ستريبس هي مش فراخ سليمة هي خلطة من الفراخ من خاف هما ضافوا إيه معاها فيها النكهات الصناعية إلى آخرية هنضيف نكهات طبيعية هنضيف خضار وفوائد وكمان لما نحمرها هنحمرها بالمقلال هوائية من ميانتا فهتكون الوصفة صحية وطريقة الطهي صحية جنب الناجتس عادة بتاكل فرايز بطاطس فإحنا عارفين ببساطة هنحمرها بالمقلال هوائية البطاطس العادية النهاردة هعمل لهم برضو كروكات البطاطس وحضيف فيها خضار وفوائد وجبنا حاجات بيحبوها وندخل فيها الحاجات اللي عادة هما ما بيحبوهاش فبالتالي إحنا على أقل ضمنين إنه هما هيكلوا وجبة متكملة وحنحاول نقدم لهم معاها دايما طريق التقديم صحية نشجعهم على أكل الخضار بالنسبة للحلويات وبرضو الولاد بيحبوها والكبار طلبتوا مننا كتير لما كلمتونا وبعدتونا على صفحات القاهرة والناس على السوشيل ميديا وعندي على الإنستجرام براونيز مش براونيز بالأفوغادو اللي عملناها زمان ولا براونيز بالفصولية برضو عملناها زمان براونيز براونيز التقليدية فحنعملها مع بعض وصفة على فكرة سهلة جدا الناس بس تفكر إنه البرونيز الصح هي وصفة معقدة هي سهلة جدا عايزة بس خطوة بسيطة على البتجاز على بخار والباقي بس ببولة بنخلطهم وفي الفرن وب25 دقيقة يبقى عندنا أحلى براونيز هنقدمها مع إيه؟ تعالوا نشوف لو عندنا وقت نقدمها مع آيس كريم ويمكن نعمل جنبها سوس كارامل يجنن النهاردة المينيو تنفع قوي للولاد وحتى أنا بحب ساعة كتير الناجتس بالذات الناجتس دي طعمها يجنن يلا بينا على الله هلو هلو حلقة يوم الحد يارب يكون أسبوع كله خير وبركة وسعادة وطاقة إيجابية النهاردة زي ما قلت لكم هنعمل وصفات الولاد بيحبوها جدا وإحنا كأهل منحاول نقلل من الناجتس علشان هي مفروض إنها مش مش صحية بمأنها هي فراخ مفرومة وفتبقى مقلية بزيت في المطعم نقدر باش عارفين الزيت ده تقالى فيه كم مرة جودة الأكل اللي الولاد بيأكلوا بكميات كبيرة مهمة جدا تعالوا نهاردة مع بعض نعملها بطريقة صحية ونسويها بطريقة صحية وممكن تعملوها على فكرة وتحطوها بالفريزر وتطلعوا وقته منتم عايزين يعني فيه مرحلة بعد ما نعمل لها البيض والبقصمات ونحطها بالفريزر تتجمد ممكن نرجع ونحطها بكيس ونطلعها في أي وقت أنا دلوقتي هتلع لكم لمحضرينهم في الإيرفراير من ميانتا المقلاء الهوائية من ميانتا نقلي بشوية زيت بسطين تعالوا نطفيها ممكن نطفيها في أي وقت خلال مرحلة التحمير وأنا حطت هنا مع بعض الكروكات والناجتز قلنا الإيرفراير نرفعها كده لو فيه زيوت أنا عايزة وديكم عادة زيوت بتنزل فين؟ بتنزل تحت بصوا هنا يا سخنة بس بصوا مفيش ولا نقطة زيت وحوريكم حالا زي متحمارين كروكات البطاطس وحوريكم حالا الناجتز الاثنين دول الولاد بيحبوهم جدا أوكي والاثنين دول من الحاجات اللي بيتأكلوا على أقل على أقل مرة في الأسبوع فإحنا محتاجين أنه دايما نتأكد على قدر الإمكان لو كناها برة مرة البداء اللي تبقى في البيت تبقى صحية تعالوا نقدمها مع بعض دايما الولاد بيحبوا يأكلوا الأكل من برة البيت بيستمتعوا بطريقة التقديم اللي بتبقى برة البيت ساعة كتير في المطاعم الشهيرة المرسكية والأمبكية فنهتم برضو بالتقديم هنحط الكروكات وزي ما قلت لكم لو بتحبوا الفرايز الفرايز بكل بساطة بتتقلي في الأيرفراير أحلى حاجة في الأيرفراير وأكتر حاجة لشهرة المقلال الهوائية هي تحمير البطاطس هتلاقوا هنا أصلا عاملين لها لأنها مشهورة عاملين ساتين كامل مكتوب عليه فرنش فرايز مدة التحمير والحرارة إحنا النهاردة حمرنا الناجتس على درجة حرارة 200 وخدت تقريباً يعني بتاخد 15 دقيقة من 10 إلى 15 دقيقة عشان تأكد أنها استوت هنحط اللي سايح دا عليها دا الجبنة اللي منغشش منزود شوية نكهات الولاد تحبها علشان يحبوها عن اللي منشتريها من بره عادةً دايماً يقول لك لا اللي بتجيبوها من بره أحلى طعمها أحلى إحنا عايزين طعمها دي يبقى أحلى وتبقى أتراكتف يعني الولاد يتشدوا لها طبعاً حنعملها مع بعض كلها من البداية بسخلونا نقدمها طيب الولاد بتحب إيه بتحب الكاتشاب طبعاً جنبها وبيحبوا البربيكيو سوس والمايوناز ممكن نقدمهم كده سادة أو ممكن نخلط لهم خلطة لذيذة ممكن بكل بساطة نحط لهم شوية كاتشاب مع سنة باربيكيو سوس وشوية مايوناز دايماً الحاجات دي بتيجي من المطاعم معاها سوسات فهنعمل لهم سوس كده إحنا جنبها وطبعاً الكاتشاب موجود دايماً والباربيكيو والحاجات دي تتقدم زي ما هي وكمان ممكن نقدم لهم جنبها خضار بمعنى وهم بيأكلوا كده عاديماً بيبقوا الولاد تاكلوا تتفرج ومش قاعدين مركزين نحاول دايماً إنه نشدهم يأكلوا خضار فحتلقوني حقطع لهم وحتى في بعض المطاعم بقى يقدموا جزر متقطع ستيكس خيار بحيث إنه نخلي الأكلة متوازنة نقطع لهم كده ستيكس خيار جنبها ممكن ناخد كمان جزر مطاعم كتير زي ما قلت لكم دلوقتي بتهتمل إنه تدخل الخضار للأطفال واجبات الأطفال فإحنا برضو نعمل كده في البيت مرة على مرة حيأكلوها أنا عارفة إنه هم يعني إيه حيسيبوها شوية جواب طبق هي مش مش أتراكتف وبتشدهم زي خلينا نقطعها أصغر زي الفرايز والناجتز وممكن كمان وحلو جداً يستخدموها كده ده بيأكلوها مع حاجة بيحبوها ممكن برضو الكرفس الفرنساوي موجود دلوقتي في السوق هو ده الكرفس نقطعه كده ونعمله برضو ستيكس ونحطه جنبها وبكده حيبقى عندنا أنا عايز أفتح معاكم واحدة من الناجتز بيبقى عندنا بصوا شيكن الناجتز انتوا شايفين شايفين الألوان اللي جواها صح لون الجزر ولون الكوسة واللي سايح بره شوية ده هو الجبنة فالناجتز فيها فوائد وطعمها حلف وشكلها لذيذ تعالوا نعملها مع بعض هحط الناجتز هنا ونبتدي نعملها قلت لكم غششتكم انه فيها كوسة وفيها جزر هنستخدم الفود بروسيسر من ميانتا برضو ودايما بقول لكم انه الجهاز ده مهم جدا في البيت وليه استخدمات كتيرة وسهلة هنشيل الاتاتشمنت ده اللي هي المفرمة اللي مستخدمها دايما وحنحط هنا دي دي ايه دي بيتغير الوش بتاعها فيها كذا وش دي مفرمة او مبشرة ما انه هنبشر خليني اوليكم الابشنز بتاعتها منقفلها كده سواني كويس ومناخد الجزر والكوسة انا حدخل الجزر والكوسة في الكروكاتز في البطاطس وفي الناجتز فهعمل كمية تكفل اتنين خليكم معايا سانية واحدة هناخد الجزر والكوسة مجرد بس نقشر الجزر وننظف الكوسة ونشيل دول كده على جمب وتعالوا نبشرهم مع بعض منشغل الجزر ناخد الجزر او الكوسة او اي خضار عايزين نبشرها موسيقى اشتركوا في القناة تبشر بكل ثلاثة سأضيف قوسة ونبشر قوسة ثاني نضيف الوش ونشغلها وخلاص ليه ضفنا الكوسة والجزر لتنين مالهمش مالهمش طعم قوي ممكن يخلي الولاد يقول لك لا فيه طعم واضح جوه الناجتس احنا مش حبينا يعني الكوسة بتدخل والجزر في الكحلويات في الكيكس لانها من الحاجات زي ما قلنا اللي بتعمها مش طاغي هناخد الكوسة والجزر ونوزعهم في بولتين ساعات كتير بتفضل الحتة الاخرانية دي نشيلها بس من البشر هنجيب بولتين نوزع فيهم الخليط ده خلوني اخلطهم بس عشان تكون الكمية متساوية بين هنا وهنا نسبة الخضار ترجع لكم نبتدوا بشوية شوية نحط الخليط الاولاني ده هنا ونحط التاني هنا ونشيل زي ما قلت لكم القطع اللي بتفضل من عملية البشر على قل وإحنا بنعمل لهم الناجتس وهم بيأكلوها منبقى متطمنين زي ما قلنا انهم بياخدوا جنب البروتينات كده هياخدوا بروتينات وحياخدوا خضار ومش هتتاخد زيت كتير في عملية التسوية طيب هنضيف ايه؟ هنضيف القاتي خلوني اجيب في عندي هنا علشان دي بس توسخت نفس المفرمة هننضفها وحنستخدم الاتاتشمنت اللي شلناه هوريه لكم حالا الاتاتشمنت اللي هو ده فرمنا فيه قبل كده عملنا انواع كفتة مختلفة ده الاساسي اللي منستخدمه كتير جدا عندنا صدور الفراخ صدور الفراخ عارفين مصدرها شارينها احنا وعارفين لما تتفرم فيها ايه؟ صدور فراخ مخلية هقطعها علشان تتفرم بس بشكل متساوي ونطلع فاصل ونفرمها مع بعض ونحط الاضافات اللي هتخلي طعم الناجتس يجنن وحتفكركم شوية بوصفة البيتزا اللي عملناها في وقف وخفف اللي كانت بكراست الفراخ البيتزا دي عملنا القاعدة بتاعتها كلها فراخ يوم ما تعملوها انتو ممكن تاخدوا جزء من الخلطة دي واضيفوا عليه الكوثة والجزر وتعملو ناجتس وتعملو البيتزا يلا تابعونا بعد الفاصل في الفاصل اكيد من حقتش اعمل الناجتس دي انا عملها لما حضرتلكم الناجتس والكروكات الصبح حمرت شوية وصبت شوية بالفريزر طلعناهم اهم بيبقى شكلهم كده تعالوا نحطوهم بالاير فراير واحنا بنشتغل هنفتح الاير فراير بكل بساطة ونحط فيها نوزعهم بطبقة واحدة ناجتس ونحط كروكاتس واريكم بس ازاي منشغل المقلاء الهوائي ممكن ما نحطش عليهم اي زيت خالص وممكن نحط شوية زيت ممكن نحط الزيت ببخاخ ممكن بس كده بشكل بسيط جدا نديهم نقاط زيت طبعا اقل بكتير من التحمير بالزيت التحمير بالزيت يعني لو تحمر صح وما منكلش متحمر كتير طول الوقت يعني فيه اكلات منكلها متحمرة بالزيت ممكن بس الناجتس والفرايز والحاجات دي على طول يعني انا عندي في البيت يوميا ابني عايز فرايز فالحل انه يبقى عندنا طريقة صحية للطبخ طيب احنا هنا عندنا قلنا احنا نستخدم الستاتنج لدرجة حرارة 200 فحنروح عند الحرارة بصوا هنا في الحرارة ادي 200 ونحط بالاول 10 دقايق وفقط لغير وزي ما هتشوفوا في اي لحظة هتفتحوا وتقفلوا هي بتفصل كأنكم تفتحوا الفرن تبصوا عليها الفراخ قطعناها وحطناها هنا في الفود بروسيسر محدرة طعام من ميانتا وخلوني اقفل بس ونفرم الفراخ بكل بساطة الفراخ اتفرمت هنضيف عليها الآتي هنا بالفود بروسيسر هنضيف عليها زي ما عملنا ببيتزا الفراخ هنديها نكهة حلوة هنضيف بصل بدرة بدل النكهات الصناعية اللي بتبقى موجودة في البرانز اللي بتبقى يعني مش كلها بصراحة بس في حاجات بتتضاف عشان الطعم وكسبها الطعم احنا مش هنضيفها خالص هنكسبها طعم طبيعي هنحط ملح دايما نحط للاطفال ملح بتوازن و هنضيف بيضة و هنضربهم تاني البيضة هتساعدها انها تبقى متماسكة هنضيف لهم قولنا عليها الجبنة الخليط اللي بالفراخ هنحط فيه بيضة واحدة مع البطاطس هنحط بيتين علشان تتمسك اكتر هنشيل ده خلاص هنقلبهم كويس و قلتلكم نضيف عليها جبنة انا عندي في البيت جبنة تشادر عندي جبنة جودة عندي جبنة متسرلة ممكن من غير جبنة بس الجبنة بتديها طعم حلو فهنضيف فين الجبنة التشادر اهي هنضيف شوية جبنة و ده اللي عملناه في كراست البيتزا وارجع وقولكم لو حبين تضيفوا على كراست البيتزا خضار يعني بدلوا الوصفتين في بعض ممكن برضه و احنا واقف وخفف زي ما قولنا منحب نضيف النكهات ممكن نضيف عليها ممكن لو هي مش متماسكة معاكم قوي ممكن تضيفوا معلقة من ده دقيق الامحك الكامل بالرد نحاول نكون الحاجات تستخدم الولاد مليانة كلها فويد فكله الياف ممكن تضيفوا دقيق الشفان وخلاص بقت جهزة انه نشكلها حاوليكم ازاي نشكل واحدة او اتنين ونفس الخليط بالزبط هنعمله للكروكات بس هضيف على البطاطس بطاطا البطاطا من الحاجات اللي نستخدمهاش كتير غير في الشتاء ما شويها ناكلها ما شوية دخلناها احنا هنا في البرنامج بكذا وصفة عملنا ماش بوتيتوس مع بطاطا بطاطس وبطاطا وعملنا كيكة البطاطا وعملنا كرامبل البطاطا البطاطا من الحاجات فيها انتي اكسيدنس كتير يعني الحاجات العوامل اللي بتساعد جسمنا يتخلص من بسموها فري راديكالز الجوزيقات الحرة كل الكلام ده يصب في الحماية من مرض السرطان هنشكلها ممكن نجيب جنبنا طبق ده تب صغير كده فيه ميا زي ما بنعمل الكوبابة بس عشان نعرف نشكلها كويس شكلوها بالشكل اللي انتو بتحبوه بحبو قربها للشكل اللي الولاد بيحبوه زي المطاعم بعدين هتلاقوني حطتها قبل ما عملها البرادنج هتلاقوني حطها على صينية ودخلها تتشمع او تبرد في التلاجة او الفريزر حطها هنا بس عشان احنا عاملين ستيشن لما نعمل والله الوصفة دي اعملوا كمية وحطوها في التلاجة في الفريزر سوري وطلعوها في اي وقت لانا مش كل مرة حيطلوه حنعمل لهم يعني ناجتس فرش فنعملها ونحفظها في التلاجة فشكلنا الناجتس اهو هتطلع الناجتس شكلها ازاي لما نطلعها من التلاجة او الفريزر هتطلع بالمنظر ده متماسكة شوية هنعمل ايه بكل بساطة هناخد ده شوية لبن هنعمل بريدينج ستيشن ده شوية لبن حليب هنحط على البيض وده الخليط اللي هنعمله نفسه للكروكات وللناجتس هنحط اربع بيضات ملاش مقدار هي بس علشان لو احنا عاملين كمية كبيرة تكفينا هنخلطهم وعندنا اول حاجة بنحطها في الدقيقة تاني حاجة بنحطها في البيض تالت حاجة في البقسمات ممكن نحط رشة ملح بسيطة تعالوا نعمل لهم لبريدينج والبريدينج هو هو للكروكات زي ما قلنا اول حاجة بنحطها في الدقيقة والدقيقة ده بعد ما نستخدمه خلاص هو تعرض للفراخ الناية ما مستخدموش لحاجة تانية للكروكات هنستخدم انا حقسم ده دلوقتي كده علشان انا مكنش محضرة طبقين تمام؟ هستخدم الناحية دي للفراخ هنحطها في البيض وبعدين على البقسمات وبقت عندنا الناجتز البيتية اللي عارفين كل مكوناتها وهي دلوقتي فروزن على فكرة فنحطها ونسيبها برضو تبقى فروزن في يعني تتجمد في التلاجة في الفريزر سوري علشان لما نيجي نحطها بكيس ما يلزقوش ببعض اهو تاني طريقة البناء العادية جدا تأكد بس انها تغطت كلها عشان يلزق البقسمات انا عارفة انها هي الوصفة كلها في خليط الناجتز وفي التكنيك بس انه ازاي ندخلها تنشف شوية في الفريزر او التلاجة بعدين نعمل لها لبردين فكده احنا عملنا اول خلطة للناجتز تعالوا نعمل خليط ده حنكمله انا حكمله عن نفسي بعد الهواء وحطه بالفريزر تعالوا نعمل البطاطس البطاطس عندنا هنا بطاطة بطاطس سوري وعندي بطاطة وخلوني اجيب البولة اللي بشرنا فيها اول مرة الخضار هنحط معاها ايه هنحط البطاطس ودي انا هرستها بالماشر الماشر اللي هي ايه ما بحب او بالشوكة يعني بس ما بحبش اهرسها بالفود بروسيسور لانه بتطلع مجلدة او بطلع سلايمي شوي فاهرسوها بالشوكة او بحاجة ما بتخليهاش مجلدة هحط معاها البطاطا المسلوقة زي ما انت شايفين ما هرستهاش قوي هي دايبة متكسرة هضيف عليها نفس الخلطات اللي ضفناها البهارات شوية توم بدرة شوية بصل بدرة شوية ملح هنضيف الجبنة حلوة قوي الجبنة مع البطاطس هتلاق قدامي جبنة مدسرلة ممكن تضيفوها كمان وهنضيف هنا على الخليط ده بالطيل ودقيق الدقيق ممكن يكون اكتر من الناجتس انه حتى في الناجتس هو اختياري هو مش يعني لو حد عنده حسية من الجلوتن ممكن يستغنى عن الدقيق ويشوحها بالطاصة ما ينفعش كمان البقسمات ولا الدقيق ده هناخد دقيق اخترت النهار ده دقيق اللي بالرده او الشفان وحنخلط الخليط ده كله ولو احتاجنا بيضة كمان ممكن نضيف تأكد انه كله اختلط مع بعضه بالذات البطاطا اللي احنا ما هرسناهاش ممكن تهرسوها لو انتو عايزين تخبوها قوي ممكن تهرسوها بس هي وانا بهرس بالشوك بالمعلقة كده دابت ده خليط الكروكات اللي فيه هو خضار مختلفة مليانة فوائد مختلفة بالذات انه البطاطا زي ما قلت لكم فوائدها والبطاطس مليانة حديد دي من الحاجات لازم نعرفها عشان منتضيقش لما الولاد يكلوا بطاطس كتير هي طبعا فيها نشويات بس هي حديدهم محتاجين الطاقة والنشويات هنعمل ايه هروق حوالي بسرعة ممكن نبص سريعا هنا على الارفراير قبل ما نطلع فاصل تعالوا بصوا تدت تاخد اللون اهو شايفين تدت تاخد لون حلو في المرحلة دي ممكن نقلبها الناحية التانية هقلبهم كلهم نطلع فاصل اكون روقت حوالي اواريكم بس ازاي منشكل الكروكاتس ونعمل برادنج لوحدة او اثنين ونبتدي بوصفة البراونيز ورجعنا روقت المطبخ حضرت حاجة البراونيز جنبنا بس تعالوا نشكل مع بعض البوتاتو كروكاتس هي طرية فمحتاجين حواليكم حالا هنعمل ايه اه مناخد جزء من الكروكاتس كده وعلشان يعرف نشكلها نحطها في دقيق انا غير دقيق تماما اضمن برضو دايما الفراخ نبقى حارسين جدا مع وهي نية اي حاجة تبقى فيها الفراخ نية منرجعش نستخدمها ولا نعمل حاجة اسمها كروس كونتامنيشن اللي هي انه ننقل البكتيريا الضارة لو هي فيها لحاجة تانية من غير ما نبقى شايفينها البكتيريا والحاجات دي بتبقاش موجودة قدامنا بالعين المجردة بصوا انا بكل خصة كده شكلتها الشكل ده شكلوها الشكل اللي انتو حابينه اوكي اهو شايفين بنرجع نحطها شوية بالدقيق انا بحطها في دقيقق قبل ما دخلها التلاجة تمسك نفسها شوية ممكن على طول تعملو لها برادنج بصوا تعالوا دقيق سكوها بس بخفة هي لو في التلاجة او الفريزر هتمسك نفسها اكتر تبقى اسهل بقى التعامل من غير ما نغير شكلها بعدين البيض بعدين البقصمات تأكد انها من كل الجهات وهي دي البوتيتو كروكات هما دول بالمنظر ده هيدخلوا لفريزر لو انتو مش هتساووهم دلوقتي حالا ويجمدوا تماما وبعدين تحطوهم في كيس وتطلعوهم في اي وقت تستخدموها حوضتي بس الحرارة هنا خلاص خلصنا وصفة الكروكات وعملنا الناجتز تعالوا نبص على البراونيز هي دي البراونيز البراونيز اللي طلبتوها مننا اللي هي مش فيها زي ما نقول ابتكارة على وصفة البراونيز لما عملنا الافوغادو براونيز كانت تقليل الزبدة استخدمنا الافوغادو ودخلنا فيها فوايد لما عملنا اللي بالفاصولية شلنا الدقيق تماما هنا دي البراونيز العادية جدا التقليدية أحب أخبزها بورقة الزبدة تعالوا نبص عليها مع بعض تبقى من فوق للي بقولوا لي مثلا دلوقتي هي مشققة من فوق مكسرة البراونيز الصح ليها كرست من فوق ليها من فوق الطبقة اللي فوق بتبقى مقرمشة شوية كرستي تعالوا نقطع قطعة ولا أقول لكم عشان إحنا هنعمل الوصفة على الفان ماري وهنعمل سوس كرامل زي ما قلت لكم لو الوقت سمح لنا والوقت إن شاء الله حيسمح لنا نعمل سوس الكرامل ده أوبشنل يعني للتقديم فحنحط في الطاصة هنا حاجة الكرامل كل بساطة مع بعض اللي الناس كتير بيسألوني على السوس ده برغم إنه عملنا كتير بس تعالوا نعمله تاني مع بعض هحط الحرارة على أعلى درجة وأوسع العين بزرار واحد دي مميزات بتجازات بيكو إنه منقدر نوسع مساحة الحرارة هناخد نص كباية زبدة كل المكونات مع بعض نص كباية زبدة هنحط معاها تقريبا تلتين كباية سكر بني أو أبيض زي ما بتحبوا كله بنفس الوقت مش هنستنى السكر يسيح هنحط معاهم كوب كريمة حلويات وحنضيف عليهم اللي حيديهم اللون لأنه بسألوني مثلا ليه بيبقى لونه زي الكارامل ده ترك بحب أستخدمه منضيف عسل أسود عسل الأسود اللي هو دبس القصب عصير القصب بتحول لدبس بيدي اللون وبيدي طعم حل وبكده لا حنستنى زبدة سيح ولا حنستنى السكري كارامل كل المكونات دي مع بعض بالآخر هضف له شوية الملح اللي هتوازن الطعم فخلي الكارامل يبتدي هنا على الطاسة ونبتدي كمان نسخن البان ماري اللي هي نسميها ايه التسوية على ايه حل بخار المية لازم تبقى المية بعيدة مش لمسة البولة البولة لازم تبقى من يئمة ستينيس ستيل يئمة نوع من الإزاز المقاوم للحرارة فالمية ما تلمسش على طول هو البخار بس اللي بيلمس الحلة تعالوا نقطع دي مع بعض نعمل قطعة كبيرة علشان نقدمها في الطبق فوقها الايس كريم فحقدمهم نعملهم كده فعالوا شايفين الكراست اللي فوق نعملها قطعة كبيرة انتو قطعوها في البيت لو عايزين مربعات أصغر ممكن نشيل الحرف كمان لو حبين في ناس بتحب الحرف في ناس ما بتحبوش قوي بس أنا عايزة أوريكم لأنه شكلها من جوه أنا بحب الحرف هناخد القطعة دي دائما بحب أخبزها على ورقة الزبدة صحية جدا للخبز هنطلع قطعة البراوني ووريها لكم بصوا هو ده البراونيز اللي طلبتوا مني البراونيز بتاع المطاعم اللي من جوه ببقى شايفين فوجي احنا مش حاطين هنا ولا بايكينج سودا ولا بايكينج باودر ولا اي عامل للرفع من فوق كراستي شايفين الكراست اللي بتديله شكله التقليدي وطعمه الحلو هنحطها بطبق التقديم علشان كمان شوية هنحط عليها الايس كريم خلوني أشيل حاجة الكروكات خلاص خلصنا ونركز في البراونيز وفي الكارامل وفي الوصفة طيب هي ايه البراونيز هي نوع من هي غالبا غالبا اختراع يعني اعتقد انها امريكية مشهورة جدا في الكافشوبس حول العالم وصفة بيدخل لها نكهات كتير اهو الطبق خليه قدامنا وده فعلا فعلا يعني انا دايما بحب اقول لكم الوصفة على اصولها واقول لكم لما نعمل ابتكار اقولوا ده ابتكار البراونيز في المطاعم تبقى تشتروها انتوا عادة تبقى شكلها كده اهي هنقطعها شايفين طعمها يجنن مكوناتها بسيطة تكنيك اللي منعملها فيه سهل جدا محتاج بس انه ندوب الشوكولاتة والزبدة على البخار وبعدين في نفس البولة منضيف باقي المكونات خليني اكمل تقطعهم نعرف فيه ناس كتير دلوقتي متحمسة تشوص الوصفة لانهم بحبوا البراونيز السلام عليها مع قهوة سادة لانه زي ما قلتلكم التوازن كده هي مسكرة ناخدها مع حاجة سادة هتنطلعها كلها وصدقوني حيتبستوا منكم قوي قوي اللي بحبوا الشوكولاتة لو عملتها لهم هدية حلوة لما احنا نروح ندور حد في بيته عاملينها بادينا استعالوا معايا هنا على الكرامل محتاجينه يتقل هو كده فده ياخد اللون الحل هي اقرب لحاجة اسمها باتر سكوتش هي نوع السوس اللي حضف له حالا علشان التوازن زي ما رسا بنقول توازن انه نشرب القهوة او المشوبات السخنة سادة جنب الحلويات هنرش رشة ملح بحري على الكرامل وكده يبقى اسمه سولتد كرامل خلينا ناكل اكتر للاسف لما يكون ممنجزعش من الحلوة هطلع الباقي هطلع الباقي ونبتدي نحط الشوكولاتة والزبدة وأقولكم المقادير قبل ما نطلع فاصل ولما نرجع هكون حطيت دول في طبق تقديم حلو بس احبت اوريكم ده كلاسيك براونيز طبعا دول مش هنرميهم دول في ناس تعشق الكرامل خليهم هنا ونروأ كده سريعا حوالينا وأقولكم حالا مكونات لبراونيز عندنا مية وعشرين جرام زبدة خلينا في الحلويات نكون دقيقين اهمية الميزان في البيت للحلويات بالذات اللي احنا حافظين لها ملمس يعني ايه رفرنس ممكن تدوقني حلوات جديدة وقاللك اه حلوة بس تقولي دي براونيز لازم نلتزم بالمقادير فارشح لكم دايما ميزان صغير للمطبخ مية وعشرين جرام زبدة هنحط عليهم مية وسبعين جرام شوكولاتة غمئة دي الشوكولاتة الغمئة شوكولاتة طبخ بتتلاقوها في السوبر ماركتس في محلات تجهيزات الحلويات مش اللي من اكلها يفضل تبقى مكتوب عليها شوكولاتة خام للطبخ هحط مية وسبعين جرام الشوكولاتة و هنبتدي نسيحهم خلوني اجيب سباتيلا هنبتدي نسيحهم على حمام المية ونرجع بعض الفاصل وابريكم ايه سهل نعمل براونيز خليه يتقل شوية هنا ونقدم البراوني الكبير اللي قطعناها دي مع الايس كريم والكارامل ونكمل خطوات براونيز سوبر سهل واللي على الاصول موسيقى 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 120 قولنا نكتب المكونات وبتنزل نحفظها وتنكون دقيقين لما بنعمل حلويات بالذات زي ما قلت لكم الحلويات اللي ليها ملمس معين زي البراونيز اللي لازم بقالها كراست من فوق نحافظ على المقادير كويس برشح للي بيحبوا الحلويات ميزان مطبخ متوفر في كل محلات تجهزات المطبخ البسيطة اللي كلنا بنروحها فحطينا 120 جرام زبدة عليهم 170 جرام شوكولاتة خام للطبخ ساحه خلاص على حمام المية حط في النار خالص وأخدهم هنا والكرامل بنفس الوقت تعالوا نبص عليه سبته على نار هدية علشان يتقل هو كده كده لما بيقعد بيت خلوه على نار هدية جداً وتعالوا نضيف الإضافات البسيطة جداً اللي قلت لكم عليها أول خطوة في البراونيز سيحناهم تاني خطوة هنضيف البيض عندنا ثلاث بيضات نضيف البيض بيضة بيضة نخلطهم مش محتاجين عجان مش محتاجين حتى وسك كبيرة مضرب سلك وإنتوا بتشتغلوا حتحسوا بقوام ملمس عجينة البراونيز أو خليط البراونيز مختلف عن الكيك هتشوفوا دلوقتي قصلي إيه؟ قريب كده للجناج أو الفج اللي عملنا منه التروفلز فاكرين عملنا في الفالنتاينز كورات الشوكولاتة للتروفلز قوامه قريب قوي هدي الثالث بيضة طبعاً لما نضيف البيض هنضيف إيه؟ الفانيلا صح؟ أين الفانيلا؟ أهي دايماً عندي الفانيلا جنبي بالمطبخ هنضيف معلقة صغيرة فانيلا كده البيض والزبدة والشوكولاتة والفانيلا هنضيف دلوقتي كباية سكر هو لسه سخن كباية السكر حرارة الخليط هتدوب السكر بسرعة برحب بالناس اللي معانا كلهم على الفيسبوك وعلى الانستجرام إحنا لايف على صفحات القاهرة والناس صباح الخير مدام ميت اسلم إيديكي طبقة التغليف بتاعت تفضل في اللحمة أنا بصوا الأسئلة الطويلة دي حقراها بعد ما نخلص الهوى ونكمل عشر دقائق لايف على الفيسبوك وعلى الانستجرام خلونا نركز بالوصفة واللي حابب يبعث لنا أي سؤال وحابب نجاوبه إحنا هنبقى available for chatting ونتكلم وحنبقى لايف على الفيسبوك والانستجرام على القاهرة والناس فبعد الهوى اللي عنده سؤال مستنياكم هناك حطينا البيض بصوا قاون بقى عمل إزاي الخليط هنضيف دلوقتي كوباية دقيقة فإحنا ضفنا كوباية سكر وكوباية دقيقة بسيطة جدا جدا أرجع أحكي لكم المكونات تاني بسرعة علشان هي بتنزل تحت الفيديو اكتبوا وصفة البراونيز مايشو بعد الحلقة بساعة تقريبا على الأكتر بتبقى نزلت على اليوتيوب وصفة البراونيز وتحتها لو دستوا على السهم العليمين تحتها ببقى المكونات مكتوبة وأرجع عشان تتفرجوا على الفيديو 120 جرام زبدة بيسيحوا مع 170 جرام شوكولاتة على حمام مائي ضفنا لهم لما طلعوا 3 بضات معلقة صغيرة فانيلا ضفنا لهم كوباية سكر كوباية دقيقة وآخر حاجة ربع كوباية كاكاو خام تمام هنعمل كده نقلب وهو ده قوام البراونيز هنعمل الخليط طيب هنحط مش محتاجين أبدا نضربه عشان البيض يرتفع أو حاجة أنا بس بدخل كل المكونات هناخد ورقة الزبدة دعوني أشيل اطباق الفاضية سريعا هناخد قطعة زبدة صغيرة علشان يلزق ورقة الزبدة بس بدهن الأطراف الجناب وبدهن القعدة باخد ورقة الزبدة وبفردها كده اللي أمسح إيدي بس بفردها وبتأكد ان الورقة لزقت في الأطراف ناخد الخليط كله درجة حرارة الفرن هما بقولوا دقيقة بس طبعا إحنا هنحط عليها الايس كريم للبراوني اللي قطعناها وحنحط عليها الكارامل سوس وده طريقة للتقديم او ازاي نخليها طبق يعني من طبق عادي لذيذ هو مش عادي هو لذيذ جدا بس لطبق ريستران ستايل لمناسبتكم اللذيذة الفرن درجة حرارة 170 بتاخد تقريبا 25 دقيقة من جوه مفروض تبقى شوية مع الجنة اول ما الكرست يبقى كده درجة الحرارة من تحت من حمرش من فوق فتعالوا نحطها على جنب وتعالوا أوريكم الفرن هنحطه على أنهي ستايل هنروح على الفرن من تحت ودرجة الحرارة 170 175 في الحدود دي تعالوا نغرف الايس كريم ناخد تطبق ده ولما تطلع سوفوها تبرد شوية هناخد ايس كريم فانيلا أكتر حاجة بيليق معها انا شايفة ناس كتير دلوقتي نفسها تعمل البرونيز وتعالوا نحط الكرامل السوس اللي عملناها فوق الايس كريم دي تتاكل على طول بقى الايس كريم يبدو يسيح والسوس طعمه يجنن انا كميه هعمل ايه هحط رشة ملح بسيطة برضه انا كميه اللي بحب يعمل كده يجرب بتوزن النكهات هناخد برضه الاكل ايه العين وتأكلوا معنى شكلها يجنن بس ما انه عندي نهارده ورد طبيعي موجود على الانستجرام شوفوا دايما اخر سلايد في البرنامج بيقولكم مين السابلايرز اللي منجيبين عندهم كل حاجة ونعمل طبق لبراونيز الخطير ده بحبكم جدا يا رب تبقى الوصفات عجبتكم لازم ادقوا معاهم قطعة من البراونيز ونقول لهم باي باي دايما نختم نختم بحاجة حلوة فحنقطع كده وناخد قطعة من البراونيز عشان اشجعهم يقوموا يجربوها مع الايس كريم عمري ما غيرت الوصفة دي براونيز الصح مبعدش ادور لما يكون عندك وصفة صح لحاجة معينة ومشهورة بتحبها اسبت عليها ودايما اعملها بنفس الطبيقة لانه طعمها ولا مرة بيطلع غير احلى من مرة لقبلها شوفكم بكرة مكاملين لايف على السوشيل ميديا وتابعونا باقي الاسبوع ووصفتنا كلها تجمل باي اشتركوا في القناة